السيدات والسيدة مساء الخير مرة أخرى تعود ثروة المصريين إلى وجهة الاهتمام عاد الكنز الحضاري المتمثل في العمارة التاريخية ليكون مطار اهتمام الدولة وخبراء العمارة والتراث الحضاري والمجتمع المدني مرة أخرى تعود إلى الذاكرة الجمالية المصرية عظمت العمارة الخيديوية وما حولها من كنوز المباني والمساجد الفاطمية والمملكية وعلى امتداد مصر من الإسكندرية إلى ضمنهور ومنصورة ودميات ومدن القناة وحتى سيوة وأصوان تنتشر مباني وترز معمارية من عصور مختلفة عاكست احتواء مصر لفنون العمارة الإنسانية بتنويعاتها الفريدة اليوم نصدف خبيرة معمارية مصرية مرموقة وأستاذة لفنون التصميم والعمارة حصلت مؤخرا على جائزة الدولة التقديرية نسألها عن الهوية المعمارية للمدن المصرية كيف نبني ونصم مبانينا الحديثة نسأل عن الطابع المصري في المدن والأحياء الجديدة وكيف نصون تراثنا المعماري الحضاري من العبث والتشوية عن العمارة والروح المصرية عن الأصل والتقليد في المباني والمدن الجديدة حديث جديد من مصر أهلا بكم اشتركوا في القناة